بسم الله الرحمن الرحيم عشاملة على وحدة الجبر والإحصى اللي احنا درسناهم عايزك تجهز أدواتك عشان تشتغل معايا إن شاء الله النهاردة فيه أسئلة متنوعة ومتعددة عايزين يلا نبدأ نشتغل مع بعض يلا مع بعض نبدأ حالاتها زي ما احنا قلنا كده هنبدأ إن شاء الله في المراجعة عامة على وحدة الجبر والإحتمال والإحصى نشوف بعض الأسئلة السؤال الأول بقول لي اختر الإجابة الصحيحة إذا كان سين زائد 3 بيساوي 8 فإن 3 سين تساوي نقط طبعا هنا احنا اتفقنا دي معادلة دي معادلة رياضية عشان أقدر أنا أجيب 3 سين يبقى لازم أجيب قيمة سين اللي هي قيمة إيه؟ حل المعادلة يبقى احنا هنا أول حاجة هبدأ أجيب قيمة سين أنا عندي السين تساوي 8 وانقل الثلاثة بعكس الإشارة يبقى 8 ناقص ثلاثة يبقى إذن السين 8 ناقص ثلاثة بكام؟ بخمسة طبعا هنا ده قيمة السين يبقى ما روحش أختار خمسة أشوف هو عايز مني إيه؟ طب هو عايز إيه مني؟ ده عايز ثلاثة سين اتفقنا هنا مفيش علامة يعني ضرب يبقى هنا دي معناها ثلاثة ضرب واشيلي السين وعوب بقيمتها اللي أنا جبتها اللي هي الثلاثة في خمسة والثلاثة في خمسة عندي اللي هي بكام؟ بخمستاشر وأبدأ أروح أختار الإجابة الصحيحة بتاعتي اللي هي الخمستاشر تمام؟ نشوف السؤال الثاني بيقول لي مجموع الاحتمالات لكل النواتج الممكنة لتجربة عشوائية احنا اتفقنا أن قيمة الاحتمال بتتراوح أكبر من أو يساوي السفر وأصغر من أو يساوي الواحد ولو جبنا مجموع الاحتمالات لأي تجربة عشوائية وجمعناهم مع بعض يعني زي مثلا احتمال ظهور الصورة كنا بنقول بنص والكتابة بنص لو جمعناهم مع بعض الناتج بتاعهم هيطلع بكام؟ بواحد يبقى احنا مجموع الاحتمالات لأي تجربة عشوائية اللي هو الناتج بتاعهم بيساوي واحد إذا كان سالب سين أكبر من ثلاثة فإن نقطة وبدأ يجيب الاختيارات اتفقنا ما تبصش للاختيارات قدم السؤال عايز حل يعشان ما تلغبطش في الاختيارات لأن العلامات والأرقام بتبقى متشابهة طب اعمل ايه؟ اه دي متبينة فاكرين المتبينة كل الأمور سهلة في المتبينة إلا إذا خلي بالك عند الضرب أو القسمة على عدد سالب يبقى بنغير علامة المتبينة وهو ده اللي هيحصل هنا دلوقت أنا هقسم على سالب واحد عشان أخلي سيل لوحدها احنا اتفقنا عشان أحل أي معادلة أو أي متبينة منخلي سيل لوحدها يبقى احنا هنا هنقسم على سالب واحد لأن السالب واحد هنا يبقى مروحش هقسم عليها في نفس الخطوة ليه؟ لأن أنا هقسم على عدد سالب يبقى لازم أغير اتجاه العلامة يبقى هنا أدي سالب سين وهنا ثلاثة يبقى هقسم على سالب واحد عشان أتخلص من الإشارة السالبة يبقى لازم نغير علامة الإيه المتبينة بدل الاتجاه بتاعها مفتوح لسين اللي هي أكبر نخليه أصغر السالب يروح مع السالب يبقى أنا عندي هنا سين أصغر من ثلاثة على سالب واحد طبعا بسالب ثلاثة الإشارة واحدة سالبة بتنزل وثلاثة على واحد فيها الثلاثة يبقى إذن الإجابة الصح إن سين أصغر من سالب ثلاثة أبدأ أدور عليها ألاقيها موجودة عندي اللي هي سين أصغر من سالب ثلاثة جزر تسعة زائد ستاشر بيساوي تلاتة زائد نقط اتفقنا في الجزور هنا العلامة إيه؟ علامة الجمع خلي بالك من العلامة الجمع أو الطرح إنه ما ينفعش توزيع يبقى لازم أجمع أو لازم أطرح وبعد كده نجيب الجزر بتاعها يبقى أول حاجة إن أنا هروح أجمع ستاشر زائد تسعة جزرها يبقى جزر الخمسة وعشرين ستاشر وتسعة بخمسة وعشرين وإحنا عارفين كلنا جزر الخمسة وعشرين تمام؟ برابع عليكم الخمسة يبقى تروح تختار الخمسة ليه؟ لأنه هو بيقول لي تلاتة زائد نقط معناها تلاتة زائد نقط يساوي خمسة يبقى تلاتة وكم يديني خمسة؟ تمام يبقى تلاتة واثنين يساوي خمسة ما يلغبطاكش ويقول لك جزر التسعة بتلاتة يبقى أنت تقع على طول وتروح تقول جزر السبتاشر باربعا وإن الجمع طرح نجمع أو نطرح وبعد كده نجيب الناتج وناخد الجزر واشوف عايز مني بعد كده يبقى إذن الإجابة الصحة معايا إن هي تلاتة واثنين يديني خمسة اتنين قس سالب تلاتة القوة الصحيحة السالبة خدنا القوة الصحيحة الغير سالبة والقوة الصحيحة السالبة كنا عشان نتخلص من القس السالب ايوه الله ينور عليك وده أنتم ذكرين عشان نتخلص من القس السالب إن احنا كنا بنجيب المعكوس الضربي للأساس اللي هو اللي اتنين اللي اتنين دي مقامها كام؟ مقامها واحد يبقى عشان نتخلص من القس السالب هيبقى واحد على اللي اتنين إن احنا بنقلب بنجيب المعكوس الضربي والقس يصبح قس موجة يبقى واحد على اتنين قس تلاتة وابدأ أوزع القس على كل من البسط والمقام يبقى واحد قس تلاتة طبعا اللي هو بواحد واثنين قس تلاتة يقوم بتمانية اللي اتنين في اتنين في اتنين يبقى الحل عندي يطلع كام واحد على تمانية ترتيب عمليات طبعا إحنا جايبين الأسئلة شامل المنهج بتاعنا عشان كده بنقول إحنا حلقة جميلة جدا ترتيب العمليات أقواص أسس ما فيش ولا أقواص ولا أسس يبقى عندي الضرب والإسمة والجمعة والطرح في الآخر من جهة اليمين واتفقنا قبل كده قلنا خلي بنا العلامة الجمعة أو الطرح دي بتفصل الحدود اللي عندي يبقى احنا هنا هابدأ أضرب اللي اتنين في ستة اللي اتنين في ستة عندي بكام باثناشر ناقص وبعد كده أقسم لأن الإسمة بتسبق الطرح أربعة تقسيم اللي اتنين أربعة تقسيم اللي اتنين في هالتنين أصبحت عملية سهلة جدا في الآخر يبقى اللي اتناشر ناقص اللي اتنين اللي هو النتجة يطلع عندي بعشرة اتنين صاد الكل قس تلاتة تمام دي القوة الصحيحة الغير سالبة القوة الصحيحة الغير سالبة كنا بنقول بنعمل ايه بنوزع تمام بنوزع القس على الايه اللي موجود داخل القوس بس نخلي بنا من حاجة ايه هي اللي نخلي بنا منها هنا قوة القوة فيه ناس بتغلط بأكد تاني على الملحوظة دي وتروح تضرب اللي اتنين في تلاتة لا اللي اتنين بتاخد قس تلاتة لان اللي اتنين دي قسها واحد والصد دي ايضا قسها واحد قوة القوة ان انا نضرب القسس في بعضها يبقى دي معناها اتنين قس تلاتة صاد قس تلاتة لان الواحد في تلاتة بتلاتة واللي اتنين قس تلاتة تمام اللي اتنين قس تلاتة بتمانية يبقى الحل عندي تمانية صاد قس تلاتة ندور عليها هلقيها موجود عندي اختار الاجابة الصحيحة بيقول لي اذا كان جاب لي هنا عدد وعايزه طبعا في الصورة دي يبقى هنا يقول لي نوم بكام فاكرين السؤال ده تمام دي الصورة القياسية للعدد النسبي العدد هنا تمام العلامة موجودة ايوة العلامة هي دي العلامة الاصلية اللي انا هبدأ اعد من عندها بابدأ اجي منين من الشمال اوصل لأول رقم غير السفر يبقى انا بابدأ امشي ابن مين ابن الاتنين يبقى العلامة قدام الاتنين اول رقم غير السفر يبقى العلامة هنا المفروض هتبقى قدام الاتنين ليه؟ عشان العدد اللي يكون هنا يكون ما بين الواحد والعشر أكبر من أو يساوي واحد وأصغر من العشر يبقى اتنين وسبعة وثلاثين من مية فيه إن العشرة قص كان بقى هنبدأ نعد وخلي بالك اتجاه العد من اليسار لليمين يبقى الإشارة سالبة عشان ما نساشه أدي واحد اتنين تلاتة أربعة يبقى هنا الحل عندي النون تطلع بسالب أربعة لإن في عشرة قص سالب أربعة تمام نخلي بالنا من الحاجات دي إذا كان احتمال نجاح طالب هو 9 من 10 يبقى احتمال رسوبه تمام على طول بنكمل للواحد الصحيح يعني بنطرح من الواحد ايه الصحيح يبقى احتمال رسوبه يعني 1 ناقص 9 من 10 طبعا 1 ناقص 9 من 10 اللي هو بواحد من 10 طب واحد من 10 مش موجود في الاختيارات يبقى ممكن ألاقي 1 على 10 أيضا مش موجودة في الاختيارات يبقى هنا بنحولها النسبة مقاوية احنا قلنا الاحتمال نقدر نكتبه في التلات صور سواء كسر 10 سواء كسر اعتيادي سواء نسبة مقاوية يبقى عشان أحوله النسبة مقاوية يبقى بنضرب في 100% طبعا يطلع الحل عندي اللي هو 10% رح أختار 10% خلي بالك ما تستعجلش وتختار إجابات أشوائية السؤال الثاني بيقول لي أكمل إذا كان سين على صاد يسوي سالب 2 على 3 فإن قيمة سين على صاد الكل قس 2 طبعا ديها السؤال تعويض يبقى نبدأ نعوض بقيمة سين على صاد اللي عندي هنبدأ نعوض عندي بقيمة سين على صاد هو قال لي شيل سينه على صاد وحط سالب 2 على 3 يبقى سالب 2 على 3 الكل قس 2 تمام؟ القس قس زوجي يبقى هنحزف الإشارة السالبة لأن القس زوجي على طول بيحزف الإشارة ولو القس فردي نخرج الإشارة بره القس يبقى النتج هيطلع بسالب ونبدأ نوزع القس 2 قس 2 طبعا ب4 2 في 2 و3 قس 2 اللي هي 3 في 3 3 قس 2 اللي هي بتسعة يبقى الحل 4 على 9 الصورة القياسية للعدد ده لسا أقلين من شوية بس هنا العدد ده مش كسري بقى عشر جايب العدد صحيح تمام؟ هل العدد ده له علامة؟ مالوش علامة حطوله العلامة عشان يبقى ده العلامة الأصلية وإحنا اتفقنا أن أي عدد صحيح العلامة بتبقى قدامه يبقى ده العلامة الأصلية اللي أنا هبدأ أعد من عندها طيب أعمل إيه؟ بنتحرك من الشمال أروح لأول رقم غير السفر أبقى أن أول رقم هو تل واحد يبقى هنا 1 و 23 من مية اللي صفار ما بحطهاش دلوقت يبقى 1 و 23 من مية في 10 قص كان بقى؟ هنبدأ المرة ده هنعد من اليمين لليسار يبقى القص عندها يبقى قص موجب لأنه جاي من اليمين لليسار أدي واحد، اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة يبقى هنا عشرة قص سبعة تمام؟ براحتك في الحل ومتستلابطش في أي حاجة بنعد من اليمين لليسار يبقى احنا القص موجب بنعد من اليسار لليمين القص سالب ودايما بنيجي بنبدأ من اليسار ليه؟ عشان أخد أول رقم غير السفر عشان العدد يكون محصور ما بين الواحد والعشر المعكوس الضربي للعدد جزر خمسة واربعة على تسعة تمام؟ يبقى هنا السؤال فيه جزئين أجيب الأول جزر العدد ده وبعد كده أجيب له المعكوس الضربي طب تعال نجيب الجزر بتاع الخمسة واربعة على تسعة اتفقنا لازم نحطه في صورة بسط ومقام يبقى هرفع العدد الكسر اللي عندي قد المقام تسعة الخمسة في تسعة بخمسة واربعين واربعة يبقى تسعة واربعين جزر التسعة واربعين معروفة بسبعة وجزر التسعة بتلاتة كده المسألة خلصت لقى لسه ليه؟ لأنه عايز من المعكوس الضربي يبقى المعكوس الضربي إن احنا بعد ببنجيب العدد بنقلبه يبقى إذن الحل عندي يطلع تلاتة على سبعة إذا كان ثلاثة أمثال عدد هو ستة فإن نضع في هذا العدد يساوي نقط طبعا التطبيقات على المعادلات يعني إيه ثلاثة أمثال عدد؟ تمام؟ برضو عليكم كده مذكرين الله ينور عليكم يبقى تلاتة سين تساوي ستة لأنه هو ستة أصبح هنا أقدر أحل المعادلة يبقى هأسم على التلاتة يبقى السين عندي طلع بكام؟ باتنين يبقى إذن العدد يساوي اتنين بس هو مش عايز العدد يبقى هو عايز ضعف العدد كلمة ضعف يعني ضرب العدد في كام؟ في اتنين يبقى ضعف العدد هم أي لتنين في السين اللي إحنا جبناها اللي هو العدد يبقى اللي 2 في 2 باربع إذا كان سبع ناقص اتنين سين بيساوي تلاتة فإن سين يساوي نقط حيث سين تنتمي لنون مجموعة التعويض نون طبعا دي معادلة عشان نخلي إيه؟ سين لوحدها آيوة هنمشي اللي جنبها طب مين اللي جنبها؟ السبع هي اللي جنبها لأن السالب اتنين دي مسكة في سين يبقى أول خطوة قادي سالب اتنين سين هتنزل والتلاتة احنا قلنا بتنزل في بيتها زي ما هو ومين اللي هيمشي؟ السالب سبع أي السبع بالموجة بتيجي بالسالب تمام؟ يبقى سالب اتنين سين تلاتة ناقص سبعة بسالب اربعة الخطوة الأخيرة نقسم على العدد اللي قدام السين اللي هو سالب اتنين يبقى هقسم هنا على سالب اتنين وهنا على سالب اتنين عشان أتخلص من العدد اللي قدام السين عكس الضرب الاسمة طبعا السالب هيروح مع السالب أربعة على اللي اتنين تمام أربعة على اللي اتنين فيها اللي اتأكد من حلك كده شيل السين وحط اتنين اللي اتنين في اتنين باربعة لأن الضربة بيسبق الطرح وسبعة ناقص اربعة فعلا بتلاتة وطبعا اتنين بتنتمي لمجموعة التعويض نون مجموعة الجزرين التربيعيين للعدد النسبي واحد وتمانين اتفقنا أن أي عدد نسبي له جزر موجب وله جزر ايه سالب واتفقنا لو جمعنا الجزرين الناتج بيطلع سفر لأي عدد نسبي ليه؟ لأن الناتج هيطلع مرة بموجب تسعة ومرة بسالب تسعة طب يجمعهم مع بعض يبقى الناتج بيطلع بإيه؟ بسفر إذا كان ألف يساوي به فإن اتنين قس ألف ناقص به طب واحد يقول لي طب ده ألف يساوي به وعايز اتنين قس ألف ناقص ده ومعرفش قيمتهم بكام قلنا هنا نتجين متساويين يعني اتطرحهم طبعا بسفر أو حط ألف بخمسة يبقى بيه هي كمان بخمسة؟ لو حسيت تطلع انت هتلغبط حط بأي رقم الرقم التاني زيه؟ خمسة ناقص خمسة طبعا بسفر يبقى الحل اتنين قس سفر وأي عدد قس سفر بكام؟ بواحد السؤال اللي بعد كده؟ ترتيب عمليات تمام؟ فيه قسس يبقى بفك القسس بتاعتي وطبعا ترتيب العمليات احنا اتفقنا الضرب بيسبق هنا كده وهو الاسمة بس الضرب سبق الاسمة يبقى 3 ف4 12 على 6 ناقص اللي اتنين قس 3 اللي هي بتمانية على سالب 2 يبقى دي أول خطو تمام؟ بعد كده في عندي اسمة وطرح واسمة يبقى الاسمة بتسبق الطرح 12 على الستة في هل اتنين ناقص 8 على سالب 2 يبقى دي الخطوة التانية في عندي دلوقتي طرح وفي اسمة يبقى الاسمة برضو بتسبق يبقى بننزل اللي اتنين زي ما هي هي؟ ناقص أروح أقسم أقسم مين؟ التمانية على سالب 2 تمانية على سالب 2 برفع عليكم نزل الإشارة السالبة واحدة سالب بتنزل وتمانية على اللي اتنين في هل اربعة وسالب وراها سالب تبقى موجب يبقى 2 زائد أربعة اللي 2 زائد أربعة بستة مجموعة حل المتبينة في طه بنحل المتبينة هنقل الخمسة تمام؟ يباسين أصغر من 5 ناقص 5 يباسين أصغر من السفر طيب إيه اللي أصغر من السفر في طه؟ ده طه بتبدأ من السفر والواحد الأعداد المجابة هو هتروح تقول سالب واحد وسالب اتنين إحنا قلنا دي اتفصاد يبقى هنا طه طيب طه يبقى مجموعة الحل هنا اللي هي فاي أو المجموعة الخالية تمام؟ المعقوس الجمعي للعدد 3 أس سالب واحد هنا نجيب الأول 3 أس سالب واحد بكام؟ نسألينها من شوية الأس السالب عشان نتخلص منه بنقلب العدد التلاتة مقامها واحد يبقى أول حاجة دي معناها واحد على 3 أس واحد اللي هو بواحد على 3 طيب هو عايز المعقوس الإيه؟ الجمعي يبقى إذن المعقوس الجمعي بيساوي إن إحنا بنغير الإشارة الجمعي بنغير الإشارة إنما الضرب بنقلب يبقى الجمعي يطلع سالب واحد على 3 2 وربع بيساوي 2 على 3 أس نقط تمام؟ يبقى لازم نرفع دي الأول طيب آده المقام أربعة اللي 2 فاربعة بتمانية واحد تسعة طيب آه ده هنا بقى اللي 2 على 3 دي هتلاحظ إن الاربعة دي تت 2 أس 2 والتسعة تلاتة أس 2 بس هنا مقلوبة هي إن الاتنين هي اللي فوق الاتنين هي اللي فوق والتلاتة تحت طيب لو واحد راح كتب قس 2 يبقى الحل هيطلع 4 على 9 مش 9 على الاربعة طيب عشان أخلي الحل يطلع 9 على الاربعة تمام نحط القس القوة الصحيحة السالبة عشان نقدر نقلبها يبقى الاتنين قس كم يدين اربعة اتنين قس 2 بس الاربعة في المقام والاتنين في البسط عشان يتقلب يبقى حط لها الايه القوة الصحيحة السالبة اللي هي القس السالب المعكوس الضربي للعدد سالب 2 على 5 قس سالب 2 تمام نفس الفكرة هي هايوا لازم أتخلص من القس السالب يبقى دي معناها سالب 2 على 5 قس سالب 2 هحولها الأول يبقى أول خطوة نحن بنتخلص من القس السالب يبقى هنا السالب أخليه هنا فوق أو تحت مش فرقة يبقى 5 على الاتنين قس 2 والقس زوجي هيلغي الإشارة السالبة يبقى الحل هيطلع 25 على الاربعة بس هو عايز المعكوس الضربي يبقى المعكوس الضربي أنا جبت الحل اللي هو 25 على الاربعة نقلب عندي يبقى 4 على 25 تمام؟ يبقى أول حاجة اتخلص من القوة الصحيحة السالبة إن إحنا بنقلب العدد لقينا القس زوجي يبقى بيلغي الإشارة السالبة اللي جوه القوس وبعد كده بنوزع القس سيطلع 25 على الاربعة ونجيب المعكوس الضربي ليها إذا كانت 3 أس 6 زي 3 أس 6 زي 3 أس 6 اتفقنا قبل كده لو جمع بناخد العامل المشترك يعني هاخد 3 أس 6 عامل مشترك لما أخد من هنا 3 أس 6 هيتفضل 1 زائد 1 زائد 1 بقى 3 أس 6 فيه فيش علامة يعني فيه 1 1 1 اللي هي 3 والتلاتة دي تمعناها 3 أس 1 وفي حالة الضرب بنجمع الأسس يبقى الحال يطلع 3 أس 7 تمام؟ إذا كان نسين بـ 9 وصاب بـ 7 عايز جزر الناتج ده طبعا هنا تعويض وبعد كده نجيب الجزر يبقى أول حاجة بنعوض أدي جزر 2 فيه بنشيل السين ونحط قيمتها بتسعة زائد الصاد نحط قيمتها بـ 7 يبقى هنا الخطوة الأولى أن أنا عوض أجمع الضرب بيسبق اللي 2 في 9 بـ 18 زائد 7 18 و 7 اللي هي جزر الـ 25 وجزر الـ 25 عندي بـ 5 الصورة القياسية للعدد اللي هنا موجود عندي ده تمام؟ عشان أنا أقدر أجيب العدد ده في الصورة القياسية نبدأ نضرب الأول التسعة في خمسة بنضرب من غير علامات لكني مفيش علامة آه الخمسة في تسعة بـ 45 العلامة بعد كم رقم؟ هنا رقمين وهنا أربع أرقام إذن العلامة بنجمع هنا الأرقام بتاع العلامات يعني العلامة بعد ستة أرقام طب أنا معي منهم اتنين يبقى حط أربعة صفار وهم حطة العلامة بتاعتي تمام؟ يبقى إحنا نضرب من غير علامة وبعد كده نرجع نحط العلامة بعد ستة أرقام لأن هنا اتنين وهنا أربعة طيب أنا كده عايز أجيبه بقى في الصورة القياسية خلاص بقت سهلة هنبدأ نمشي من ناحية اليسار أول رقم هيقابلني الأربعة يبقى أربعة وخمسة من عشرة في عشرة أس سالب لأن دي العلامة الأصلية هبدأ عد من عندها الحد هنا كده أدي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة يبقى عشرة أس كام سالب خمسة عند إلقاء قطعة نقود مرة واحدة فإن احتمال ظهور الكتابة اتفقنا لو برمي قطعة نقود مرة يبقى الكتابة نص والصورة أيضا بإيه بنص لأن مجموعة الاحتمالات اللي هي اتنين صاد وكاف يبقى هنا فضاء العينة صاد وكاف يبقى هنا الكتابة اللي هي بنص جزء صغير من المجتمع الكبير وتمثله طبعا العينة العينة جزء صغير من المجتمع احتمال الحدث المؤكد طبعا بواحد والحدث المستحيل قلنا بصفر مش بفاي ده الحدث نفسه هو اللي بفاي إنما الاحتمال بصفر عند إلقاء حجر نرد منتظم مرة واحدة آه يبقى هنا نوم فيه اللي هي عدد عناصر فيه اللي هي 6 عناصر من 1 ل 6 احتمال ظهور عدد أولي ايه الأعداد الأولية اللي بتظهر لي الاتنين والتلاتة والخمسة يعني كم عدد 3 أعداد يبقى إذن هنا الحل ب3 على 6 3 على 6 عندي اللي هي بنص ناخد مجموعة من الأسئلة السريعة 3 سين زائد 5 سين زائد 6 بيسوي 30 اللي حل في نون تمام يبقى أنا ببدأ أعمل إيه هنبدأ نجمع السينات اللي هي الحدود يبقى هنا كده 8 سين زائد 6 بيسوي 30 بعد كده هننقل الست هدي 8 سين 30 ناقص 6 يبقى الثمانية سين 30 ناقص 6 عندي اللي هي بكام بـ 24 نقسم على الثمانية كلنا عارفين الخطوات تمام يبقى السين عندي تطلع 24 على الثمانية فيها الثلاثة الثلاثة طبعا بتنتمي لإيه؟ لمجموعة التعويض اللي هي نون يبقى إذن مجموعة الحل اللي هي تطلع بـ 3 وأقدر أتأكد لو عودت عن السين بكام؟ بـ 3 أوجد حل المتبينة أيضا في نون تمام هنزل السالب 3 سين أصغر من سالب 4 أنقل مين؟ هننقل الـ 2 الـ 2 بالموجب تيجي بالسالب يبقى سالب 3 سين أصغر من سالب 4 وسالب 2 بسالب 6 الإشارات متشابهة نفس الإشارة ونجمع أقسم طبعا هنا سالب 3 سين أقسم على كام؟ أقسم على سالب 3 بس لازم في خطوة جديدة ليه؟ لأن أنا هقسم دلوقتي على عدد سالب عشان أغير اتجاه العالمة بتاع المتبينة تمام؟ يبقى هنا كده السين تروح السالب 3 تروح يبقى السين السالب يروح مع السالب 6 على الثلاثة فيها الـ 2 يبقى مجموعة الحال ما روحش أقول بقى الثلاثة والأربعة لأن في نون ما بقولش أعداد هم أيل سين حيث سين تنتمي إلى نون وسين أكبر من الـ 2 إن إحنا بنكتبها نفسها زي ما هي هنا نفس الفكرة هتخلص من مين من السالب 2 بإضافة السالب 2 للأطراف الثلاثة يبقى هنا كده السالب 2 هتروح هنا بموجة بـ 2 وأيضا هتروح هنا بموجة بـ 2 يبقى بوزع السالب 2 في الأطراف اللي موجودة عنه يبقى الثلاثة سين بتنزل أصغر منه سالب 5 وموجة بـ 2 بسالب 3 و7 و2 بتسعة نقسم على الثلاثة برضو في الأطراف الثلاثة يبقى السين أكبر نفس العلامات بحطها سالب 3 على الثلاثة فيها السالب 1 وتسعة على الثلاثة فيها الثلاثة يبقى مجموعة الحل برضو سين حيث سين تنتمي إلى نون لأنه قال لي نون إنما لو كان قال لي صاد كنت هم أيل بقى إيه السفر والواحد والاثنين والثلاثة وسين أكبر من سالب 1 وأصغر من أو يساوي 3 بيقول لي اختصر ما يأتي لأبسط صورة تمام هنا نخلي بقى من الأسلة ديت مهمة جدا يبقى أول حاجة عشان أقدر أجيب الجزر لازم أخليه في صورة ببسطة ومقام قد المقام أربعة إلا 4 في 12 بـ 48 ومعي 1 يبقى 49 فيه هنا قص سفر وإحنا عارفين إنه إيه حاجة قص سفر بواحد تمام فيه هنا هتخلص من القص السالب يبقى بنقلب بدل 7 على الـ 2 يبقى 2 على 7 قص 2 دي أول خطوة الخطوة اللي بعد كده جزر التسعة واربعين بـ 7 وجزر الـ 4 بـ 2 فيه 1 فيه القص زوجي بيلغي الإشارة ونبدأ نوزع القص على البسطه المقام يبقى هنا 2 قص 2 بـ 4 و7 قص 2 بـ 49 طبعا هنا فيه اختصار على السبعة فيها الواحد على السبعة فيها السبعة أيضا على الـ 2 فيها الواحد على الـ 2 فيها الـ 2 نختصر الـ 1 في 2 بـ 2 والـ 1 في 7 بـ 7 اتفاقنا الـ 1 محايد نشوف مع بعض آخر سؤال معنا أوجد الناتج فيه أبسط صورة نخلي بالنا هنا كده الأساسات قبل ما روح أضرب أواسم خلي بالك هل الأساسات متشابهة؟ هنا الأساسات مش متشابهة بس قريبين من بعض يعني هنا بس الفرق في الإشارة السالبة طب الإشارة السالبة دي أقدر أتخلص منها؟ أيوة لأن القص 6 قص 6 ده يعني قص زوجي يبقى القص الزوجي بيلغي الإشارة أصبحت الأساسات متشابهة وإحنا عرفنا لما يكون الأساسات متشابهة وفي حالة الضرب بنعمل إيه؟ بنجمع الأسس يبقى أنا هنا كده 2 على 5 ونبدأ نجمع الأسس اللي موجود عندي 6 وسالي ب4 طبعا 6 وسالي ب4 ب2 وابدأ أوزع اللي 2 2 قص 2 ب4 و5 قص 2 ب25 هنا السؤال اللي بعد كده 5 على 9 قص سالي ب2 على 5 على 9 قص سالي ب3 الأساسات متشابهة تمام قبل ما تحلي شوف الأساسات يبقى في حالة الإسمة إن احنا بنطرح الأسس اللي موجودة يبقى هنا 5 على 9 وابدأ أطرح الأسس هنا قص سالي ب2 ناقص سالي ب3 خلي بالك يبقى هنا 5 على 9 سالي بوراها سالي بموجب يبقى سالي ب2 زائد 3 يبقى 5 على 9 قص 1 وإحنا اتفقنا أن أي عدد أسس واحد بيفضل زي ما هو يبقى العدد ب5 على 9 وبكده يكون وصلنا لنهاية حلقتنا أشوفكم إن شاء الله على خير في حلقة المراجعة الأخيرة مع السلامة اشتركوا في القناة